وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قرر النهاردة وقف الدراسة بفرع مدرسة الشويفات الدولية في التجمع الخامس لمدة ثلاثة يام بعد الاشتباه في إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي طبعا ده لإتاحة الفرصة لوزارة الصحة للتأكد من وجود الوباء من عدمه مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية خالد حجازي قال أنه حصل على تقرير من منطقة القاهرة الجديدة الطبية والشؤون الوقائية يؤكد أن التهاب المخ الفيروسي ليس مرضا معديا وأنه لا توجد حالات التهاب سحائي وبائي داخل المدرسة وقال أن القضية كلها بتنحصر في هلع أولياء الأمور وأن تقرير الصحة يرجح إصابة أحد الطلاب بمضاعفات لإصابته بالجدري أو الحصبة ووزارة التربية والتعليم أعلنت عن عقد مؤتمر الصحة في يوم السبت المقبل للإعلان عن كل التفاصيل وما تم التوصل إليه